بمنه وكرمه أن يأكل المتبرعين بصحاف الجنة إن شاء الله على هذه النية وبهذه الهمم تتكتف الأياد هنا وكلها أمل أن تكون يدهم البيضاء مرهما يداوي جراح سوريين تقرحت إثر إجرام أسدي روسي ضرب حلب وتعكس سعي المملكة قيادة وشعبا لإعانة إخوتهم عبر قوافل أصطفت هنا وقبلتها مستضعفين هجرتهم يد البغية يشعر الإنسان السعودي بالفخر عندما يرى مثل هذه الجهود المباركة لنصرة إخواننا الشعب السوري الذي يتعرض لهذه الكارثة الإنسانية ونشكر ولاة الأمر على دعمهم وهذا واجب والشعب السوري لهم من الدعاء والدعم والوقفة كخلية نحلن غزلت هذه الماكينات أكثر من 57 ألف سترة وقرابة 50 ألف طقم شتوية و30 ألف كنزة ناهيك عن قرابة 32 ألف بطانية هدفها درء برد شتاء داهم أطفالا لسعتهم قساوة البرد بعد أن لدغتهم عقارب الغدر لتبذل هذه الأكف ما استطاعت لدفع سمها عنهم كما يعلم الجميع هذه التجهيزات تحتاج وقت طويل نحن نجهز لكسوة الشتاء من قبل ستة شهور من الآن لتظهر بهذا الشكل بأسعار مناسبة بمواصفات مناسبة يجب أن تكون في وقت كاف أوان منزلية وحقائب تحوي مواد طبية ناهيك عن حاجيات أخرى أساسية تلك التي حوتها القافلة قافلة لن تكون الأخيرة حيث من المرتقب أن تسير هذه المواد تباعا بقوافلة تذهب لمحتاجيها بمخيمات اللجوء الهدف من هذه الحملة هي إغاثة شقان اللاجئين وبخصوص النازحين من حلب مؤخرا وهي بعنوان لأجلك يا حلب قافلة هي الثالثة من نوعها في إطار حملة سعودية حملت عنوان لأجلك يا حلب سيرت من عنتاب التركية نحو باب السلام وباب الهوى ميزها احتواءها إضافة للكساء خمسة آلاف وجبة غذائية وقرابة المائة ألف طرد من مادة الحليب هي حملة حملت اسم لأجلك يا حلب وضمت قبل هداياها دعوات صادقة من شعب سعودي إلى سوريا شقيق وعبرت عن نهج المملكة العربية السعودية تجاه إغاثة الشعب السوري للقناة الإخبارية علي تباب غازي عنتاب